ايه يا احمد اتأخرت كده لايه؟ معلش يا سعاد يعني كنت بشريلي كاستي هدية عد جواز بجد يا احمد جبتلي ايه؟ ايه ده؟ خاتم؟ انت مش كنت وعدني بأسورة يا احمد؟ ايه ده يا احمد استنى استنى ايه البرفن اللي انت حطو ده؟ ده انا عديت على ماما بس كده كنت بسلم عليها فرشتلي رشتين يا سعاد ومامتك هتجيب البرفن الحريم ده منين يا احمد؟ يا ستة ليه جايلا هدية صحيح ماما مش بتاع البرفن وحاجات زي كده بس انت عارف اخوتي يعني بره بجيبولها هدايا وكده؟ اه اخوات طيب خد الهدية دي يا احمد وروح يا حبيبي اديها لحبيبة القلب اللي حطتلك البرفن يا سعاد والله يعني روح يسألي ماما انا هسألها يا احمد يا سعاد بطل فضايح يا سعاد شكرا ان اخد الهدية دي يا احمد وخلاص ولا عيد جواز ولا كان يوم اسود اصلا يا احمد يوم معرفتك يلا ندخل حلقتنا اللهم صلى على سيدنا محمد وعلى قيلي وصحبه وسلم قبل ما نعرف العشر انواع من الزوجات النكديات خلونا الاول كده نعرف كلنا سمعنا عن احصائية من فترة انتشرت بتقول ان ست المصرية الحمد لله اخدت المركز الاول على مستوى العالم في النكاد كلنا سمعنا الاحصائية دي ودي حاجة قديمة الجديد بقى النهاردة ان فيه احصائية تانية اتعملت في مصر احصائية جميلة جدا بصراحة جابت بقى ايه الاحصائية الاولانية على مستوى العالم دي وابتدوا يعملوا دراسة على الستات المصريين وجدوا فعلا ان 80% من الستات المصريين نكديين 20% ما عندهم شداء النكد هم موقفوش بس على كده هم خدوا العشرين في المية اللي مش بينكدوا دول وعملوا عليهم دراسات اكتر عايزين يعرفوا هم مش بينكدوا ليه على ازواجهم اكتشفهم ان العشرين في المية دول عشرة في المية منهم عندهم امراض مزمنة بتمنحهم من ممارسة النكد زي الكساح والرب وشالة الرباعي يعني المرض اللي حيشهم مش ان هم ما بيحبوش النكد لأ ووجدوا كمان ان العشرة في المية دول منهم اتنين في المية لما بيستعيدوا نشاطهم والحالة المرضية بتتحسن بيمارسوا النكد بسرعة جدا على ازواجهم وده معناه ان النكد بيجري في دمهم لكن العقبة الوحيدة قدامهم هي المرض وجدوا ان العشرة في المية التانين منهم تمانية في المية ارامل ومطلقات فق سن الستين هم اصلا مش لقيين حد يمارسوا عليه النكد فضلنا دلوقتي اتنين في المية الاتنين في المية دول الدراسة محددتش يعني اشكالهم ايه بيعيشوا فين في مصر يعني بيأكلوا ايه بيشربوا ايه بنعرفهم ازاي الدراسة محددتش الدراسة سابقت لنا وقالت اتنين في المية من العشرة في المية الاخرانيين دول ما بيمرسوش فعلا النكد وصحتهم سليمة بس بصراحة واحنا عمرونا لا شفناهم ولا سمعنا عنهم بس الدراسة بتقول كده لو انت قابلت حد من الاتنين في المية دي اكتب لنا في الكومنتات تعالوا بقى نعرف انواع الستات النكديين وهتتفاجئ في الحلقة دي ان الستات زي التكنولوجيا بالظبط بيعملوا ابحاث وبيطوروا نفسهم زي ما كل حاجة في الدنيا بتطور الستات كمان بتطور في نوعية النكد واسلوب النكد اللي بتمرسوا على الفريسة بتاحها اللي هو الزوج النوع الاول من الزوجات النكديات اسمه الزوجة النكدية الاوفر هي اوفر في النكد وفي نفسها في كل حاجة تلاقيها مقفورة اي حاجة صغيرة تعملها لك كبيرة زي ما بيقولوا كده بتعمل من الحبة قبة زي ما بيقولوا برضو قطتها جمالة بتكبر اي حاجة اي حاجة تفهى بسيطة وما تاخدش اي مشكلة في حلها لازم تعملها حاجة عظيمة وحاجة مشكلة وما بتتحلش وهنتصرف ازاي وهنعمل ايه ولازم نكلم فلان وعايزين نعمل اجتماع ونحلها وعايزين نعمل نجيب كونسولته من الدكاترة عشان نوصل ابننا كحل ايه كل حاجة صغيرة بتعملها حبة قبة هتعرفها من كلمتين الاهتمام ما بيتطلبش والكلمة التانية انت على فكرة ما بتفهمش في لغة الاحتواء مهما بقى هتقول لها يا بنتي لغة احتواء ايه بس انا ماشي في اللغة العربية بالعافية هتقول عمري باليد في النحو هروح لغة احتواء الا اللي عايزين اذاكرها يا سعاد النوع ده منتاشر جدا جدا حوالينا تلاقي واحدة طلعت لا حبايا فوشها تقول له جوزها الحقني عاوز اروح للدكتور حالا انا خايفة يكون المرض الوحش تقول لها يا حبيبتي دي حبايا عادية جدا بس عشان بشرتك تهنية كده اخسليها بس باستمرار وهي هتخف تقول لك انت ما بتحب نياش انت ما بتخافش علي وامثلة كتيرا من النوع ده احنا عرفينها كويس النوع التاني من الزوجات النكديات للأسف نوع خطير ومنتشر بانتشار غير عادي وهو الزوجة الدراما الزوجة دي هتلاقيها مواصبة ومحافظة ومنتظرة لا مش الصلة يعني انت بمغك راحت بعيد مش الصلة لا محافظة على متابعة المسلسلات التركي حافظة موعدها بتفضي نفسها قبل المسلسل بساعتين وحتى قدامها طبق المكسرات ولا طبق الليب ومجهزة كوباية النسكافية والبيت كله ساكت وهي بس والمسلسل التركي قاعدين في جلسة تحس ان هي السيناريست اللي كاتب المسلسل التركي طلع من قلب التلفزيون ودخل في دماغها وخلاص هي قفلت على كده بقى تماشية بالسيناريست في دماغها ومماشي لها كل حياتها تلاقيك قاعد في شغلك لا بيك ولا عليك وسط اوراقك ودفترك ولابتوبك وتكيفك المهنج اللي انت طول عمرك مش عارف هو شغال ولا مش شغال وتلاقي مراتك بتتصل وتقولك حبيبي تقولها ايو حبيبتي تقولك انت بتحبني اكتر ولا الشغل طبعا انت هتتصدم السؤال يعني هو جاي ومش في وقت هتقولها يا حبيبتي يعني الشغل مهم عشان ده اكلنا وشربنا وما ينفعش نعيش من بنتي برضى حبيبة قلبي ما قداش عايش من غيرك هتقولك شمعنا مهند لما نرسى قالته قالها انت اهم عندي من كل حاجة وقالت له كمان لو ينفع تسيب الشغل وجيلي دلوقت قالها طبعا وسب الشغل وراح له قالها حابتي انا لو سيبت الشغل دلوقت انا هترفض على فكرة تقولك عرفتي يا احمد بقى ان الشغل اهم مني انت بتاع كلامه خلاص وهتقوم مدخلك في المشكلة وهتعيط بشرط ان مفيش ولا دمعة تنزل من عينيه عشان الميكوب التركي برضو ما يسيحش على وشها والمشهد الدرامي ما يبص ودي مش هتعرف تصالحها بسبب الغلطة الفضيعة اللي انت عملتها دي الا بعزوما في مطعم تركي او فسحة في جزر المالديف او تجب لغشي فبورك بقى عندكو في البيت يحضر لكو واجبة العشن لو عايز تعرف يومك ماشي ازاي تابع المسلسل التركي وشوف مهند ونورة عاملين النهاردة لو الدنيا ماشي معهم تمام صدقني يومك هيفقى تمام لو حصل مشكلة وتخنقوا صدقني ماتروحش البيت احسن هتلاقي الدنيا عكة خالص فاحسنلك تروح تبات عن دولتتك وتقصر الشر لما نوره مهند يتصلحه بقى روح البيت هتلاقي الدنيا بقى تماشية تماما النوع التالب من الزوجات النكادية هو النوع المحقق المحقق بقى كونان المحقق كولومبو اي نوع المهم ان هو محقق ربنا خلقها تحقق ماشية وراجوسها عملت ايه رحت فين جيت منين تلاقيها دايما محافظة ان هي لابسة الساعة في ايديها ليه عشان تتابع انت قلت لها جالك كمان نص ساعة لو جيت لها بعد خمسة وثلاثين دقيقة للتك سودا بتتقمس بسرعة بتتقمس دور الكلب البوليسي اقوى حاسة عندها هي حاسة الشم اول ما هتدخل شاقتك هتقرب منك مش عشان بتحبك ولا كده لا هي بتشم ريحة البرفن بتاعك بتشوف اي حاجة غريبة بتدور على شعرية على كدفك يعني حاسة الكلب البوليسي بتكلمت دايما وهي مبرقة في عينيك هي عايزة تشوفك انت بتجذب ولا مش بتجذب شغلة محقق في قلب الشقة نوع بشع وخطير اكيد كلنا برضه عرفناه او سمعنا عنه تبقى قاعد مع صاحبك واكيد ده حصل لنا كلنا بتتغدى في المطعم لا بيك ولا عليك قاعد مع صاحبك وبتضحك وضحكتك وجميلة كده وجايبين ضحك المطعم من اوله الاخر وبالقاعدة الجميلة الفكاهية مرة واحدة هتلاقي صاحبك مراته بتتصل بيه هتلاقي ابتدت ترتعش وعينه بتغرب وبشرته قلب تعلون البنفسيجي وشفيف والتحتانية كده ابتدت ترتعش والدلدل وابتده يتمتم بعبارات مش مفهومة مرة واحدة هتلاقي بيقولك بعد اذنك انا مضطر امشي حالا هتقوله بس هو تكمل اكلك هيقولك بعدين بعدين طب قوله خد المفاتيح طيب المبايل بيقولك ماشي ماشي وهتلاقي بيقولك هنشوفك تاني امتى هتلاقي بيقولك الله اعلم الله اعلم وخد نفسه هطلع يجري طبعا احنا عارفين مصيره ايه كويس وطبعا عارفين الزوج دوت حالته ماشي ازاي وربنا يكون فعال الزوجة النكادية النوع الرابع هي الزوجة الزنانة الزوجة دي هي اللي فاكرة ان اي حاجة في الدنيا بتتحقق بالزن سواء بقى فكرة تفهى فكرة جريئة فكرة ملهاش لازمة فكرة مش وقته اي حاجة هتخطر ببالها هتحققها هتحققها هي هتبتدي معاك هتاخدك واحدة واحدة كده تاخدك على قد على خالص هتبتدي بصيغة النقاش الجميل اللي كل الرجالة بتحبه هتبتدي تناقشك بكل حب وتفاهم واول ما انت الفكرة هتوضح لك هتقولها لا يا سعاد انت بمجرد ان انت قلت لا يا سعاد هتلاقي الحوار خاد شكل تاني خالص وابتدت التون بتاعها تعله والحوار يبقى ساخن جدا وتحولت القاعدة لخناء وهي ده اللي هي عايزها هي دخلة من الاول خناء ونكد بس يعني بتقولك مكسوفة تاخدها من الاول فعيت لك اخدها واحدة واحدة هتفضل تزن وتنكد وتتخانق مش ساعة يوم واثنين وعشر وانت اول ما هتحس ان مخك ابتدى ينمل وابتديت داخل على جلطة في المخ او نزيف على الرئة هتضطر توافق بسرعة وهتقولك جملة الشهيرة اللي كلنا سمعناك وانت بتقولها يا شيخة ماشي يعمل اللي انت عاوزه ورياحي دماغي وانت مش راضي تماما على اللي هي هتعمله بس بالزن هي وصلت للي هي عايزاه عشان هي عارفة كويس ان انت بتخاف على الاوعية الدموية بتاعتك وبتلحق نفسك في اخر اللعظة فعرفت ان الزن احلى طريقة لتحقيق الدفن الزوجة النكادية الخمسة دي الزوجة محطمة الملزات كل ما هتشوفك مبسوط هتيجي تنكد عليك كلنا شفناك وانت مسك الموبايل وبتضحك وقام الدخل عليك تقولك خير يا احمد ما تضحكنا معاك فانت هتقولها ده ما فيش يا سعاد انا بتحك على نكتة بس بيقولك يا ستي واحد ماشي ايه يا احمد انت صدقت ان انا دخل علي موضوع النكتة ده هتقولها والله نكتة يا سعاد ايه يا احمد تلاقيها واحدة بس باعتلك رسالة غرامية ولا حاجة انا ما انتش قادر تمسك نفسك والله انا حاسة ان انا عزول بينك واسبليكو البيت وامشي ولا ايه عشان تجيبها وهتمسكك وهتنكد عليك لو شافتك مبسوط مش هتعدها لك داخل مش يغل بتقولها باركيلي يا سعاد انا ترقيه هتلاقيها كتلة من النكتة وقفة قدامك هتقولك وايه الجديد يعني ما طبيع ان انت بتترقي كل سنة مش هو ده السلم الوظيفة ما جيبتش حاجة جديدة يا احمد يعني تلاقيك بس مبسوط النهاردة راجع من معات غرامي ولا كده ولا انت عارف يا احمد انت عايش لنا زوتك طول عمرك فاكر مونة يا احمد ولا فكراك هتكرهك في بسمتك هتكرهك في دحكتك هتضيع صحتك هتخليك خايف الدسنانة جديدة بين لاحسن سعاد تلمحها وتحطم ساعتك فتقفل بقك وما تضحكش احسن سادس نوع من الزوجات النكديات هي زوجة ميكس بين الزوجة الحشرية والزوجة اللي بتقارن نفسها بغيرها الزوجة دي بتحشر نفسها في كل حاجة وطبعا هتحشر نفسها فبتقدل انها بتقارن نفسها بغيرها دايما هتلاقيها بتقولك شفت اخوك جاب لمراته ايه شايف وحنا في شرم دخل المحل كان ناقص يشتري المحل كله وانا قدوبك اشتريت خمس ست حتت وانت قلتلي كفاية كفاية سعاد المصاريف كتير وانا حظي كده ودايما هتحسسك بعكزك مهما تجيب لها هتعلي سقف طموحاتها عشان تدايما تحسسك بعكزك وان انت مش قادر تلبي كله ضلباتها انت تحقق وهي تعلي سقف طموحاتها الموضوع هيبتدي معها بلبس بميكوب وبعد كده هيخش على دهب وبعد كده هيخش انها عايزة تغير العربية وبعد كده هيخش انها لازم تغير الشقة وعفش الشقة كل مادة بتغير لانها دخلة فمكارنات وحشلة نفسها في بيوت كل الناس وبعد ما تعمل لها كل ده هتسمعك جملة الشهيرة اللي كلنا سمعناها بتقولها لك حزبي الله ونعمة الوكيل فيك يا احمد دايما كسر نفسي الزوجة انك دي رقم سبعة الزوجة اللي كسر عنيك ايوه هتحسسك ان انت ما بتعملش اي حاجة مهما كنت بتعمل لها فانت بتعمله ده حاجات تفهة ملهاش اي قيمة بالنسبة للحاجات الفضيعة اللي هي بتقدمها لك دايما هتسمع منها انا اللي بطبخ انا اللي بامسح انا اللي بكنس انا اللي برب العيال انا اللي بروح السوق انا اللي باخد بالي من منطق دايما هتسمعها بتقول لك كده تقول لها يا سعادة انا في الشغل من سبعة الصبح الاثنشر بالليل انت عايزين اعمل ايه بس انا شقيان طول النهار تقول لك شقيان اصلا ده انت قاعد يحمد في التكيف بريك كنتاكي كابتشينو لابس ومتبرفن وعايز اكتر من كده ايه شغل ايه يا احمد هو ده شغل تقول لها يا سعادة حرام عليك يا سعادة انا ابن تزنب من سبعة الاثناشر تقول لك احمد كل اللي بتعمله ده توزي في الشه قدام اللي انا بعمله انت عارف انت تغير لابنك دهو البامبرز ام غيرله كده وانت تعرف ايه اللي انا بيجرالي كل يوم احمد ده انا البيت دهو كل حاجة في انا اللي بعمله من اول حاجة لا اصغر حاجة دايما هتبقى كسرى نفسك والموضوع كله دايما هينتهى بعبارة حسب يالله نعمل وكيل فيك يا احمد حسب يالله نعمل وكيل فيك وفي اللي جابوك لازم لازم هتلاقيها تكسر عينيك نوع فظيع نوع دايما بينسى اي حاجة حلوة نوع فعلا ينطبق عليه كفران العشير هتلاقيها تقولك عمري ما شفت معك يوم حلوة كان يوم اسود يوم ما اتجوزتك ما كنتش اتعمق قبل ما شوفك يا احمد وده نوع منتشر جدا وكلنا عارفين النوع التامن من الزوجات النكاديات هي ست الغيورة طبعا الغيورة دي يا جماعة حشيء جميل جدا جدا ولكن الغيورة المعتادلة هي ملح الحب زي ما بيقوله دليل على ان القلب متعلق فعلا بشيك حياته لكن اما الملح بيزيد طبعا الاكلة بيبوز فما بالك بقى لو كيس الملح ولا برطمان الملح تكب كله على الاكلة عكيدها هتكره نفسك وهتكره حياتك وهتكره الدنيا كلها فبلاش الغيورة تزيد عن حدودها يعني تبقى انت وامراتك ماشيين كده واحدة حلوة معدية جنبكم فجأة الجهاز الداخلي في عقل امراتك المسؤول عن النكد هيتحرك وتلاقيها بتقولك ايه يا احمد اجيب لك نمرتها عجبتك تقول لها يا سعادة رسولة والسلام قال النظرة الاولى لك والله ما كان قصدي تقولك اه والله ما كان قصدي ده انت كان ناقص تجري وراها ومش هتسيبك في حالك اللي ما تروحك كاره اليوم اللي خرجت معاه فيه النوع التاسع من الزوجات النكديات هي الزوجة وملسان طويل لسانها قد مترين ما بتختارش الفظها ولا كلامها دبش في كلامها كله هتنكد عليك لان طبعا ما فيش كلمة حلوة هتسمحها اول ما توصل البيت هتلاقيها بتقولك انت جيت يا منيل طبعا لفظ غريب عمرك ما سمعته ولا متعود عليه تجيب لها دي هتقولك هو ده اللي هنا عليك يا موكوس طبعا الدنيا تسود في وشك اول ما تسمع كلمة موكوس دي كلمة عمرك ما سمعت مامتك بتقولها الباباك ومش عارف تتصرف معاها ازاي النوع العاشر من الزوجات النكديات هي الزوجة حبيبة امه وده من اخضر الانواق احنا لو جيت تقولها في يوم الاكلة ملحة شوية حبيبتي هتلاقي بتعيط وبتجري على التليفون والحقيني يا ماما الحقيني يا ماما مش عاجبوا الاكل بتاعي بعد ما تعبت وجبت الوصفة من عنت واماها تقول لها البسي حبيبتي انا اخضر دلوقتي ده مستهلش تعيش معا وده كان من الاول المفروض تتجوز امها ومش تتجوزها هي لان امها هي اللي المشيه بيتك وهي اللي المشيه بنتها وهي اللي هتضبر لها كل امور فدي العشر انواع من الزوجات النكديات لازم نعرف ان الرسول عليه الصلاة والسلام قال اذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحصنت فرجها وقطعت زوجها دخلت من اي ابواب الجنة شاءت طعت الزوج في كل شيء وفي اي وقت الرسول عليه الصلاة والسلام قال اذا دع الرجل امرأة الى فراشه فلم تأتيه فبات غضبان عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح يقول انس رضي الله عنه كان اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا زفوا امرأة الى زوجها يأمرونها بخدمة الزوج ورعاية حقه ورعاية اولاده اتمنى ان كلنا معشر النساء نبعد عن النكد لانه بصراحة طبع وحش جدا وبيفسد الحياة اللى اساسها المودة والرحمة ما اظنش ابدا ان الحياة هتحلوه من غير زوجك يعني ده البيت ما بيبقى لهوش طعم من غير الزوج ولا الاولاد بيبقوا مبسوطين ولا انت بيبقى ليك اصلا اي نفس تعملي اي حاجة من غير الزوج انت بتطبخي في الاخد ليه مش عشان جوزك بتخرجي في الاخد ليه مش عشان تبسطي مع جوزك عايشة بتخرجي عمراء بتخرجي حج مش بدا عايزة تبسطي انت وجوزك بالشعاء الحياة كلها بتلف حوالين زوجك في الاخر ولادك هيجوزه وهتفضل انت وزوجك بلاش تزرعوا بينكم اي ضغاء واي حاجة وحشة يعني بلاش كمان يوم يسمع منك كلمتين حلوه يوم يكون داخل مسوال اخير ويسمع بقى يا مهننة يا مستتني اللي عمري ما شفت معاك يوم وحش لو في حياتك واحدة نكادية ابعت لها الفيديو ده وقول لها ازايك يا سعاد عاملة ايه ولو لسه ما تجوزتش سيف الفيديو عندك عشان كده تحتاجه ولو انت واحدة وبتسمع الفيديو قول لنا في الكومنتات شايفة نفسك من التمانين في المية من الستات النكديات ولا من عشرين في المية اللي مش بينك كده ولا تنين في المية من الازواج اللي ما يعرفوش النكد واحنا ما قابلناهمش خالص في حياتنا ونيني حلقتنا بالصلاة على الرسول اللهم صلى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم السلام عليكم ورحمة الله